قال كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الثلاثاء إنه واثق من الحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2022 وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي أنها وفقت العام الماضي على 90 مشروع استثماريا للأصول الثابتة بنحو 120 مليار دولار أمريكي للمساعدة في تحفيز النمو وذلك على الرغم من قولها أيضا إنه لا ينبغي إهمال التحديات حيث سيظل كوفيد يضغط على التجارة والاستهلاك والاستثمار كما تعهدت اللجنة بتعزيز الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة من خلال ضمان الإمدادات وتشجيع التسوق على الإنترنت والاستهلاك المتعلق بالرياضات الشتوية